بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين طالب العلم العام وطالب العلم المحترف إن صح التعبير هذا مجرد اصطلاح حتى نفرق بين الحالتين ما معنى طالب العلم العام يعني كل إنسان مسلم ينبغي أن يكون طالبا للعلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة فلا يمكن لي أن أدعو إلى الله إلا على بصيرة وكل مسلم مكلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية لكن ليس معناه أنه صار شيخا عالما لا يبلغ حديثا سمعه من أحد العلماء والصالحين بفهمه ومعناه فالناس بعد ذلك يعني يستفيدون منه تريدوا أن تصلي وهذا أمر غريب جدا يدل على تخلف المسلمين العظيم جرب هذا سل المصلين في المسجد في أكبر مسجد بالمساجد المسلمين وانظر إلى من يصلي من هؤلاء وهم يصلهم جميعا قل له كيف تصلي وكيف تعلمت الصلاة ستجد الإجابات صادمة بل ربما وجدت العامي الأوروبي أو الكافر الذي أسلم تعلم الصلاة أحسن حالا من هؤلاء من عوام المسلمين الذي يبدأ صلاته بدون تكبيرة الإحرام والصلاة باطلة عند الأئمة الأربعة لا يقيم ركوعها حينما يسجد يرفع رجله يفعل أشياء ومنكرات وأشياء تبطل الصلاة أو لا تبطلها أو تكون الصلاة على خطر عظيم الصوم وما فقه الصوم يدفع زكاته وهو لا يعرفه شيئا من أحكام الزكاة هنا هذه تسمى الفرائض العينية فلابد يجب عليك أن تتعلم أحكامها فأنت طالب علم بهذا المعنى وقبل ذلك لا بد من أن تؤسس اعتقادك على أساس صحيح متين يرضي الله سبحانه وتعالى بحيث تعلم ما يجب لله تعالى وما يستحيل في حقه وما يجوز في حقه ومثل ذلك لرسل الله عليهم صلوات الإله وتحياته ورحمته وبركاته لابد من درجة معينة يطالب العلم يستوي فيها كل إنسان تما أن تشتري جهاز كمبيوتر حاسب آلي تسأل كيف يعمل تقرأ أحيانا جهاز هاتف تقرأ في الكتالوك كيف نعمل ماذا يجب ما هي الممنوعات كيف يعد الجهاز أول مرة سيارة يأتي معه دليل تقرأ أنت الآن ربك جل جلاله يخاطبك بأنه يجب عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم فيقول فعلم أنه لا إله إلا الله فهذا القدر من طلب العلم لا يعذر به أحد ولذلك حينما ذكروا شروط الشيخ في الطريقة قال لابد أن يكون عالما في الفرائض العينية أن يجهل الصلاة والصيام والزكاة والحج والأساسيات هذا يعني أمر لا يقبل لأنه ربما يعبد الله على غير الطهارة وهو لا يعلم كثير من المسلمين يفعل هذا وهو لا يدري أشياء ليست بناقضة للوضوء فيتوضى لها قل هنا الأمر يسير أشياء ناقضة وهو لا يعلم وهو مستمر على صلاته أو الصلاة والصلاة باطلة هذا يوجد أشياء يعني تعطيك عموميات أساسيات يعني في الماثب الحنفي كتب الشيخ على الدين عابدين الهدية العلائية لطلاب المدارس الابتدائية يعطيك أشياء أساسيات هكذا لا بد أن تعلمها وكتب الشيخ النحلاوي كتابا سماه الحذر والإباحة تعلم ما هو حلال وما هو حرام هذه أساسيات لا يعذر إنسان بجهلها وكتب بعض شيخ الأزهر في عقيدة العوام كالشيخ الفضالي العام ماذا يجب عليه أن يعلم في ذات الله وفي صفاته وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا القدر الأساسي من الدين يجب أن يعلمه كل مسلم يعلم الإلهيات يعلم النبوات يعلم السمعيات أنه في يوم آخر وفي جنة وفي حساب وفي عقاب وفي منكر النكير وفي عذاب للقمر وأشياء من هذا طبعا معرفة العام أو البسيط ليست معرفة متخصصة فإذا ما قرأ فقه الصلاة لا يخوط في تفاصيل الجزئيات وخلاف قال أبو حنيفة وقال زفر وقال أبو يوسف وكذا أو الشافعي يقول في وجه كذا وفي وجه كذا ثم التفصيلات العام ليس بحاجة إلى هذا يعلم الأساسيات طالب العلم المتخصص كنت في مرحلة الماجستيرا والدكتوراه وكان هناك كل الحاضرين طلاب ماجستيرا والدكتوراه على ما أذكر يعني كلهم يعني فذكر شخص ما فقلت بالله هذا ما شاء الله طالب علم هذا طالب علم قلتها على سبيل الثناء وآخر قلت والله هذا ليس طالب علم طالب شهادة فاستنكر واعترض بعض الحضور كيف يا أخي طالب ماجستيرا أو دكتوراه ليس طالب علم هذا طالب شهادة يريد أن يأخذ دكتوراه ليكون أستاذا في الجامعة أما العلم فالعلم عند الله سبحانه وتعالى قد يتعلم وقد لا يتعلم هذه الثنائية مع الأسف جديدة ليست قديمة ليست قديمة يعني ربما من عشرين خمسة وعشرين سنة بدأ هذا الانهيار قبل ذلك ستجد غالب الذين هم في الجامعات يعني يريد أن يتعلم علما صحيحا ومن كان يجلس في الجامعات كان عالما حقيقيا بدأ الانهيار كما نرى طالب العلم الذي نقصده قد يكون طالب شهادة وقد لا يكون طالب شهادة فالشهادة هذه الشيء آخر هذا إنسان عنده منهجية دقيقة يبدأ بعلوم الآلة يبدأ بالأساسيات كالتجويدي والقرآني وكذا ينطرق بعد ذلك يترقى في علوم الوسائل وعلوم المقاصد ضمن منهج دقيق ويلازم الشيوخ ووقته إما علم وإما تعليم فإذا ما ترقى وصار يعني منورا فإنه يستفيد من كل شيء يراه يقرأ ويطال في صدور الموجودات ليعلم ما هو المقصود ويفهم الرسائل التي تأتيه من الكون فيفهمها وماذا يريد مكونه سبحانه وتعالى منه هذا طالب العلم المحترف إن صح التعبير هو الإنسان الذي صنعته وحياته هي العلم حتى هناك فريق من علماء يقول إن هذا الإنسان لو تفرغ للعلم وجب على الأمة أن تكفيه هذا وعندنا قول في المذهب حنفي أن هذا في حكم الغزاة ذكره في حكم الغزاة يعني يستحق سهم في سبيل الله من الزكاة ليس عن ذل بل عن عز لأن هذا مثل المجاهد في سبيل الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع لا يضيع الأوقات يحرص على لقاء الشيوخ والصالحين والعلماء يحرص على الكتب يشتري يستفيد يطالع ويدرس ما أخذ لا يبخل به يقول يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفة شدتة تموت أنت وعندك أكثر من خمسين كتابا أو مئة كتاب كما رأينا بعض الشيوخ وليس عنده طالب علم واحد طالب علم واحد هذا أحسن له من آلاف الكتب فإذن حدد موقفك طالب العلم المحترف يعني هو ليس بحاجة إلى أن ينصح أما العامي وهو غالب المسلمين فعليه أن يتعلم أحكام دينه الأصلية حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى من الجهل الذي سيعاقبه عليه إن لم يؤدي الإعبادات على وجهه الذي أمره الله سبحانه وتعالى بها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين